معطا يتعودوا نفس الاسيمي دونك طلبوا من كل غيجون باش تعطيهم ليستة فيها برشة اسيمي مثلا من عرش هنا سيلفيا استعملوه عام 2019 يستعملوا بعض ليستات الاخرين يدوروا يدوروا 2023 وعشرين وعشرين يرجعوا لسيلفيا مثلا دانيال طو أعويم أخرى يرجعوا لاسيمي دانيال اسيمي مؤنثة ومذكرى أغض غالفابياتيك باغ وامباغ عام في اسيمي معطا يعطيوها اسيمي مذكرى واسيمي مؤنثة هذه هي الحكاية يختم عدلتي في صورة عيسى لتونس اليوم رسمها رئيس في قمة التشنج ما هيكذا تسسوا الدول الفيلم اللي أشرت له هو أولاد العم والممثل هو شريف مونير الممثل عظيم جدا شريف مونير من أدوارو نجل السماحي نجمو نسمعوه الأكسري كانت حب على فكرة أنا في حاجة كنت بخبيها عليك إيه هي أنا بشتغل زابة في المخابرات الإسرائيلية واسم الحقيقي دانيال ماروين في مجلس ويزاري رئيس الجمهورية لماذا لا يتسألون عن تسمية دانيال وما الذي سيدفعنا أن نتسأل على تسمية إعصار حتى وين كان ضرب ليبيا وكل تعاطفنا وتضمننا مع الشعب الليبي فالمحنة الكبيرة ياسر اللي حلت به إسم الإعصار شنو يغير أول حاجة الساعة تمنيت وأن الجملة اللي قلتها يقولها رئيس الجمهورية في معرض حديثه على المسألة على الأقل كلمات متع تضامن وتضامن على الكارثة اللي هبتت على أخوتنا اللي بي سميها دانيال سميها محمد صالح ما يغير حتى شيء أنا الحقيقة حز في نفسي برشا أنه يعني قمة الدولة التونسية تتداول في سفاسف من النوع هذين في حويش ما عنده حتى معنا ودي راكوسي مروان اي اي نربته اسم دانيال سيدي راكوسي سيدي أنا قلت سفاسف من باب شوي شوي احتير وراولي تقولو فيهم عليهم ساقا كورسي وسافاسف رايفهم ما ناس تشربهم المعلومات اي 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 تستبطنهم وتمقتنع بيهم للأسف للأسف بينما كيما بينات هاجر كيما كاذا راوم مفهم حتى مفهم حتى يعني معني معنى ديني في تسميط الأعاصير بل بالعكس راول راول الإعصار هو نعرش هاجر صلاحلي كاني غالط في وقت من الأوقات كانت فهمها نوع وزايدة من البوليميك وقتها تويتر وبرشة اسامي مؤنثة صح وقالك كيفاش معناتها كيفاش كل كيرثة نسميه كيفاش الكيرثة أو المصيب معناتها كاترينا معناتها حتى حتى في التفكير هذاك اخر حاجة نجم تسميها باسم النبي مهما كان ديانتك هي كيرثة وإعصار مش يقتل للناس معنات حتى بالمنطق ما تجيش حتى بال شوية تفكير معنا عند حتى معنا وفي غير هذا كان جاي اسمه قدور شنو معناتها ولا توهمي معتها عادي كي يجي كي تخلق في في البحر المتوسط اش مسميه توهمي قدور ايه كنسميوه التهامي مثلا يوصل التهامي للجوز للإيطاليا ولا لليونان يقولوا المد الإسلامي هم دي من اقترح زيدوه سي بشوالي ما ثقب العصر ايه قولك معناتها المد الإسلامي معناها خلطت لنا علما وأنه اسم دانيال ينجم البلدية التونسية تسمي بيه على فكرة كي تسمي دانيال مقبول في البلدية التونسية لأنه من اسامي الأنبياء وصديقنا نتواجه له بتحية مسمي ولده دانيال وتقيد في البلدية معناها الدولة التونسية والبلدية اللي هي نعرفوها اعتراضة على عدة اسامي وتش بد الموضوع في العشرة خمسة عشر سنة الأخرين اسم دانيال مقبول يتقيد أمين جابلون صديقنا نتواجه له بالتحية والولده دانيال كذلك المعلومة للإخرة ما عطتها كي ما قلت وحده خمسين دقيقة شو ما بش تاخذ منها وشو ما بش تخلي بش نرجع على حكاية البياناء اللي هو بدون نسي اسمها يعني والمدام اللي قالت أنا فرحانة بالقانون أربعة وخمسين هاو جاوبها المرسوم أربعة وخمسين لا لا هي قالت قانون مش انتي الغالطة هي الغالطة هي قالت القانون وهو مرسوم ما هوش قانون دونك هاو جاوبها السيد الرئيس وهذه الشركات الاهلية توقع النار الأخر نحط فيها على الفساد بتاع البنك الفلاحي وهي تش بدي تتكلم فيها على الفساد غاية تش بدي على الشركات الاهلية هي قد روح كانت الساعة غادي في البنك اللي تخدم فيها البنك الفلاحي البنك الفلاحي والأخرين حتى الأخرين مش نخصير ولا معتها معتها فخيراك لنهايك ونصغرها هذا جزاء وكل من ولا المحاولات متاعها متاع أنك هنا معاك سيد الرئيس وكل نتاع بن علي شعب معاك حتى مع رئيس بيدو معا شتيك الهوجة وكمان ما انتا بدل المتود يا مدأ هذا شعان اليوم في ورب يدوم الفرحة بقانون أربع وخمسين بالقانون أربع وخمسين اللي هو مرسوم ذكر مرة أخر سيء الذكر في الثبات به نحكيه على المطالب تعرف على الحسانة عن القضاءات المعزولين مع زينب الباسدي اشتركوا في القناة